حدث معي زيارة عاذ القرني للكويت واللقاءة بالنساء ذات يوم عاذ القرني جاء الكويت وحاضر في النساء وجها لوجه وتجاوز في كلامه واخذ يمازح النساء ويضحك مع النساء فكنت في مجلس انتقدت هذا الفعل والزيارته والتوسع يعني علنا امام الكاميرات مع النساء وهذا غلط وقلت يعني في ذاك الوقت لو كان في السعودية ما استطاع ان يحاضر مع النساء ويضحك بهذه الطريقة مع النساء لكن نية عندنا في الكويت كان ان طوفة هبيطة قاعد يضحك مع النساء فكنا في المجلس الاخ اللي نحن في مجلسه يعني استنكر استنكاري على عاذ القرني فقال انا دايما اذهبي لابها وعرف الشيخ سعيد المسفر وساتصل به ونشوف رأيه في الموضوع قلت لا اتصل فاتصل ونحن جلوس فكلم كيف حالك شيخ سعيد حياك الله قال في اخ هنا عندي يتكلم على عاذ القرني طبعا بادر بالدفاع قال لا لا يجوز هذا من العلماء ولحهم العلماء مسمومة ولا يحق له ان يتكلم يعني قلت عطني اخذت الهاتف طبعا الهاتف كان صوت يعني ظاهر مفتوح السبيكر قلت السلام عليكم السلام قلت لعاذ القرني يأتي الكويت ويدلس مع النساء جلسة مفتوحة ويضحك مع هذي ومازح النساء هذا الذي استنكرته من فعله تفاجأت قال انت تتكلم على الشيخ عايض ابن عبد الله القرني وينزل عليه بالكلام طيال الشيخ انا اقول لك ان فعله هذا خطأ واذا عايض القرني يعني ما يجوز ان انتقضي على فعل الخطأ لو كان عندكم السعودي ما تكلم عن النساء ومازح بهذه الطريقة قال تعرف كم يحضر عند الشيخ عايض معبد الله القرني عندنا في ابها احنا شيء تسلوب هالطريقة قال يحضر الاف قلت لو جماعة عبد الناصر كان يحضر خطابه اكثر كيفين واذا حضر الاف ما يحق ما يصير الحق باطل والباطل حق لكثرة الحضور هؤلاء عندهم اخطاء وعندهم انحرافات وان واجبنا ان نبين وان نحذر قال لا تتكلم عن العلماء قال تهمني العلماء ما تكلمت على عالم بن باد بن عثيمين سلمان العودة وعيد القرني ناس حركيين عندهم اخطاء قال لا سلمان عالم شيخ سلمان للتو خرج من السجن لي ما عندهم من طبعا ذاك الوقت السجن الاول قال لا كان بينه بينه امير القصيم خلاف شخصي قالت لا مون خلاف شخصي احنا عايشين هالامور هذي وشايفينها حشد الناس وعلى بوابة الامارة القصيم واسقط البوابة وصارت جمع الناس لما انتهت ازمة الكويت قبضوا عليه وسجنوا ولما خرج ذهب مع القرضاوي يعني كان اول مع الطريقة القطبية صار على الطريقة البنائية والقرضاوي عند ما عنده قال انا اعرف اخطاء القرضاوي قبل ان تخلق في بطن امك ماذا تكلمني عساس انيان عمره 15 سنة ماذا كيف تطيب هذا عليك يا شيخ انت اعرف اخطاء القرضاوي والحين سلمان العودة صار مع القرضاوي فقال انت ارهابي اشي ارهابي ارهابي عن مون راح وارهابي وكذا سكر الهاتف خجر الاخ اللي متصل عساس ان يشوف يعني هل انتقادي لعاض القرن ومزحه مع النساء في الكويت هل هذا خطأ ولا صواب لكن هكذا يفعل هؤلاء الحزبيون يعني يرفع بعض من البعض يدافع بعض من بعض حتى لو كان على الباطل نسى الله العافية موسيقى